صوت مجلس الأمن الدولي على إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة السياسية في السودان يوم الأحد بناء على الطلب القائم بأعمال وزير الخارجية السودانية علي الصادق علي في تشرين الثاني الماضي صوت 14 من أعضاء المجلس لصالح القرار الذي صاغته بريطانيا في حين امتنعت روسيا عن التصويته وينهي القرار تفويد بعثة الأمم المتحدة المعروفة باسم يوني تامس في الثالث من كانون الأول الجاري وتبدأ الاثنين فترة انتقالية لثلاثة أشهر يتم فيها السماح بمغادرة أفراد البعثة ونقل مهماتها إلى وكلات الأمم المتحدة الأخرى حيثما كان ذلك مناسبا وبالحد الممكن تم إنشاء البعثة من قبل مجلس الأمن في حزيران 2020 لتقديم الدعم للسودان خلال انتقاله السياسي إلى الحكم الديمقراطية ترجمة نانسي قنقر